مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم بعض الصافرة معي أنا وبيدا نفاء الحديث اليوم عن التحكيم في إسبانيا وقبل ما تبدأ الانتقادات طول بالاكس معاني للآخر وما رح تكون أنا مبسوط من بداية العودة بعد كورونا طبعا سبع مباريات كان فيها أخطاء تحكيمي نعم هل هاي الأخطاء التحكمية كانت بصالح ريان مدريد؟ إلى حد ما نعم هل كان فيه أخطاء تحكيمي ضد برشلونة؟ كان فيه بمباراة سالتافيغو وربما بمباراة أتلاتيكو ما نعرف ولكن هل فعلا كان فيه تحيز لريال مدريد؟ لا رغم أنه الكلام والجدر عن التحكيم يعني كثر خلال الفترة الماضية والحديث دائما كان يعني والنقاشات محتدمة حول هذا الموضوع وصل الموضوع لأنه رئيس رابطة المحترفين الإسبانية خافي ارتباط يحكي عن هذا الموضوع وخسيم ريا بارتوميو أيضا يحكي عن هاي القصة ويقول أنه كان فيه تحيز من جانب التحكيم لصالح ريان مدريد الموضوع وما فيه أنه ريان مدريد فريق قادر على أنه يشكل خطورة دائما على مرمى الخصوم ليش؟ لأنه أولا عنده مدرب قادر أنه يستغل الدكة بالشكل المطلوب وعنده مدرب بيعرف يدير المباراة على مراحل وبيعرف كيف يخلي الخصم يستنزف وبيعرف كيف يستغل موضوع الخمس تبديلات اللي عنده ولو أنه زيدان ببعض المباريات ما عمل إلا تبديلين فقط وبالتالي الاتهام الموجه لزيدان بأنه استفاد من الخمس تبديلات هو اتهام شوي مش مضبوط أو مش دقيق بالمقابل برشلونة فريق وضع حاله تحت رحمة التحكيم وضع حاله تحت رحمة أخطاء التحكيم كان فيه مباريات كان ممكن يحسمها بسهولة جدا وكان ممكن يخلص المباراة لو عنده دكة بودلاء جيدة تساعده ولو فعلا لاعبين الخبرة بالفريق ما خذلوه شفنا ريال مدريد لاعبين الخبرة هن اللي عملوا الفارق دائما بالمباريات الكبيرة بينما ببرشلونة كان العكس تماما القضية وما فيها أنه أخطاء التحكيم دائما واردة بكرة القدم ربما بموسم من المواسم بتصب بصالح ريال مدريد بموسم آخر بتصب بصالح برشلونة ومنعرف الجدل اللي صار بال2009 و2011 و2012 بالفترة الذهبية لبرشلونة والاتهامات من جمهوريا المدريد بأن ببرشلونة كان يعني على علاقة طيبة مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي كان بده يخليه فوز بطولات ويساعده عبر التحكيم بهذا الموضوع ولكن هاي الاتهامات كلها خلينا نقول أنها باطلة لأنه بالتأكيد كرة القدم لما تلعب على هذا المستوى العالي مثل إسبانيا إيطاليا إنجلترا دائما بتكون بعيدة كل البعد عن هاي الشبهات وبيكون الحكم بعيد كل البعد عن أنه يكون في محابات لنادي على حساب آخر وهو الموضوع بيرجع لأنه كل حكم عب يبني كرير تبعه عب يبني مستقبله كحكم وبالتالي هو مش مستعد يضحي بهذا المستقبل من شان ريال مدريد ولا من شان برشلونة مش مستعد أنه ما يحكم مباريات دوري أبطال أوروبا أو ما يطلع على كأس العالم بسبب برشلونة أو بسبب ريال مدريد وبالتالي موضوع الحديث عن التحكيم هو موضوع يعني ربما سأم منه الناديان صراحة ريال مدريد وبرشلونة لأنه صار فيها حديث كثير وكل نادي بيستغل تفوق الآخر للحديث عن موضوع التحكيم بالمجمل في قصة لازم نحكي عنها ولازم الناس تفهم مني قصة الفار الفار وجده ليقلل الأخطاء التحكيمية مش ليلغيها يعني وجود الفار ما بيخليك تآمن أو تصدق بأنه ما رح يكون في أي خطأ تحكيمي الأخطاء التحكيمية دائما موجودة حتى بوجود الفار واللي بيحضر كرة قدم إنجليزية وبيحضر مباريات الدول الإنجليزي شاف مباراة شيفيلد يونيتد وأستن فيلا وشاف الهدف اللي اللغى لشيفيلد وكان داخل المرمى بمسافة وكذلك الحال ببقية المباريات كان في أخطاء كثيرة بالدور الإنجليزي وكانت أخطاء مؤثرة وكذلك الحال في إيطاليا وفي جميع دول العالم وفي جميع المسابقات لابد من وجود أخطاء تحكيمية ولكن استغلال هذا الموضوع للتقليل من إنجاز فريق معين أو لأنك تقول أن هذا الفريق ما بيستحق أو جاب اللقب بالغش أو جاب اللقب بالتحكيم فهذا الكلام شوي غير دقيق وغير صحيح ريال مدريد قدم مستويات جيدة جدا بعد العودة من التوقف توقف كورونا واستحق الصدارة عن كل جدارة وبالتالي اقترب بكل تأكيد من تحقيق لقب الدوري الإسباني وكان أفضل من برشلونا وهو الفريق الذي يستحق تحقيق هذا اللقب لكل الأسباب والعوامل اللي ذكرناها سابقا زيدان مدرب مميز جدا مميز بالتبديلات مميز بإدارة المباريات مميز بلعب المباراة على مراحل وأيضا مميز بتوظيف اللاعبين وكان في مدح من أليغري المدرب السابق ليوفنتوس لزيدان على توظيف كاسيميرو اللي فعلا كان كلمة السر منذ العودة من توقف كورونا بالنسبة لريال مدريد وبالتالي خلاصة الحديث هل كان في أخطاء تحكمية بإسبانيا؟ نعم هل صبت بصالح ريال مدريد؟ أيضا نعم طيب هل كان في تحيز والتحكيم هو يساعد ريال مدريد على الفوز بلقب الدور الإسباني؟ لا ريال مدريد يستحق الفوز بلقب الدور الإسباني بتحكيم أو بدون تحكيم وبالتالي بعيدا عن الحديث عن التحكيم خلينا نكون واقعيين وصريحين ونعطي كل ذي حق حقه هذا كان كل شيء بحلقة اليوم من بعض الصافرة إلى أن نلتقي الأربعاء المقبل كونوا بيعرف خير ترجمة نانسي قنقر